مشاهدين الثمنة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا جمعنا الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات وتكثيف وطيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمدينة شرم الشيخ ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة حيث تم التأكيد على تعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تباحث حول أطري وأثاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بينهما كما رحب الزعيمان خلال لقائهما بالقمة المرتقبة التي ستصطدفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكلفات واضحة من الرئيس السيسي بسرعة وكفاءة التنفيذ والحرص على مراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وخلال جولة في مدينة العالمين الجديدة لمتابعة سعير العمل بمختلف المشروعات الجري تنفيذها بالمدينة الساحلية أكد رئيس الوزراء أن مدينة العالمين الجديدة تشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخم غير مسبوق مضيفا أن الحكومة تواصل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مختلف المشروعات السياحية وشدد مدبولي على ضرورة الإسراء بمعادلات تنفيذ المشروعات القائمة للانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المخطط كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب وجهات الأبراج وأعمال تنسيق الموقع قال المستشار الألمني أولعف شولتس أن مجموعة الدول السبع ستؤكد في قمتها القادمة أما أن أوكرانيا ستتلقى الدعم الذي تحتاجه ما دام ذلك ضروريا وأكد شولتس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أنه يرغب في استغلال الاجتماع المقبل مع زملائه من قادة مجموعة السبع في بافاريا لمناقشة الوضع في أوكرانيا على المدى الطويل كما أشار شولتس إلى أنه ناقش مع قادة فرنسا وإيطاليا ورومانيا وأوكرانيا إمداد كييف بمزيد من الأسلحة وعلى وجه التحديد الذخيرة والمدفعية قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يانس ستولتنبرغ إن العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا قد تستغرق سنوات وأضف أن تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنها أن يزيد من فرص تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية وشدد ستولتنبرغ على ضرورة دعم أوكرانيا حتى لو كانت التكلفة مرتفعة ليس من أجل الدعم العسكري فحسب بل أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ذكرت وسائل علام رسمية أن كوريا الشمالية أرسلت تواقم طبية وخبراء في مجال التقصي الوبائي إلى مقاطعة هونج هي التي تكافح انتشارا لمرض معوية وطلقت حتى الآن نحو ثمانمائة عائلة ممن يعانون من الوباء مساعدات في المقاطعة الجنوبية ويضع التفشي الجديد للوباء الذي تم الإعلان عنه لأول مرة الخميس الماضي المزيد من الضغوط على كوريا الشمالية التي تواجه أيضا موجة من حالات الإصابة بفارس كورونا قالت إدارة الإطفاء اليونانية أن حريق غابات خرج عن السيطرة في جزيرة آفيا الثاني أكبر جزيرة في البلاد وتسعى نطاق الحريق بسبب الرياح العاتية عبر منحدرات غابة جبلية في جايا وأمرت السلطات بإخلاء قرية كريماستوس كإجراء احترازي بعد اقتراب الحريق لمسافة ثمانمائة متر من بعض المنازل وتعرضت جزيرة آفيا لحرائق غابات مدمرة الصيف الماضي دمرت نحو الثلث غاباتها أما الرياضيا فيصديف الأهل الليلة الزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة العشرين للدور الممتاز ويدخل المارد الأحمر قمة اليوم محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب رصيد أربعين نقطة من سبع عشرة مباراة حقق فيها الفوز في اثنتين عشرة مباراة وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة بينما يدخل الفارس الأبيض المباراة متربعا على صدارة جدول الترتيب رصيد أربعين وأربعين نقطة من عشرين مباراة حقق فيهم الفوز في أربع عشرة مباراة وتعادل في مبارتين وتلقى الهزيمة في أربع مباريات نهاية مجازة ثمنا ناود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل